البداية من الأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل ستة أشهر ونصف تقريبا وما زالت تدعيات الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم كله حيث تسببت في أزمة في الغذاء والطاقة عقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ركز على بحث القضايا الأمنية وقال بوتين إن أجندتهم تتضمن قضايا أمنية بخاصة في المجال العسكري وحضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا مادفينكو ورئيس مجلس الدومة فياتيشلاف فولدين ونائب رئيس مجلس الأمن دمتري مدفادف ورئيس الإدارة الرئاسية أنتون فاينو وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف بحضور وزيري الداخلية والدفاع ومدير جهاز الأمن الفيدرالي زار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دمتري مدفادف نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة لوهانسك وأضاف مدفادف أنه بحث مع رئيسي منطقتين لوهانسك ودوناتسك التدابير ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها لضمان أمن دونباس أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دوناتسك الأوكرانية بافلو كريلينكو مقتل سبعة مدنيين وإصابة أربعة عشر آخرين نتيجة للقصف الروسي للمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأشار كريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للطحايا في ماريبول وفولنوفاكا مضيفا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية قتلت أقوات الروسية سبعمائة وثلاثة وعشرين مدنيا فيما أصيب ألف وثمانمائة وخمسة وأربعين شخصا آخرين في منطقة دوناتسك قال رئيس مجلس الدوم الروسي فياتيسلاف فولدين أن مسؤولية عواقب قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تقع على عاطق الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لا عدم اتخاذهم أي إجراء وشدد فولدين على أن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية مشيرا إلى أن تصرفات واشنطن ونظام كييف يحمل في طياتها خطر وقوع كارثة نووية ومشيرا إلى أن رؤساء الدول الأوروبية ستقع عليهم المسؤولية أيضا نظرا لصمتهم عن قصف المحطة النووية دعا الرئيس الأوكراني فولدين مير زيلنسكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابوريجيا للطاقة النووية وفي خطابه اليومي أضف زيلنسكي أن الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على المحطة سيضمن الأمن النووية لأوروبا بأسرها وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالحرق وخلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارق المجلس الأمن الدولي أكد جروسي ضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن لتفقد المحطة مشددا على أن الوقت ينفد فيما تحاول الوكالة منذ أسابيع إرسال بعثة لتفقد المحطة بعد مرور أكثر من ستة أشهر ونصف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يحبس العالم أنفاسه خوفا من حدوث كارثة نووية بمحطة زابوريجيا النووية فالمحطة النووية الأكبر في أوروبا تعرضت للقصف مجددا فيما تبادلت موسكو وكييف لاتهامات بشأن الضربات الجديدة وذلك في الوقت الذي شددت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على وجوب تمكينها من دخول المحطة بأسرع وقت ممكن المحطة النووية التي سيطرت عليها موسكو منذ الرابع من مارس الماضي أي بعد حوالي عشرة أيام من بداية العملية العسكرية على أوكرانيا استهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي مما أثر قلق المجتمع الدولي وفي آخر تطورات العملية العسكرية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تنشر مراكز قيادتها ومدرعاتها ومدفعيتها في رياض الأطفال بمناطق زابوريجيا ونيكولاييف وعدد من المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لها وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع إنه في روضة أطفال بمدينة زابوريجيا تم نشر مقر قيادة لقوات ما يسمى الدفاع المحلي ومعدات عسكرية وميدانيا أيضا وعلى بعد حوالي 100 كيلو متر من محطة زابوريجيا وتحديدا في نيكوبول الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دينيبر أعلن الحاكم فالنتين ريزنيشينكو مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة في قصف روسي براجمات صواريخ جراد أعرب وزير الطاقة الأوكرانية جرمان جالوشينكو عن انتنانه لتصريح مدموعة السبع والتي أكدت أن سيطرة روسيا غير القانونية على محطة زابوريجيا نوية يشكل تهديدا للمنطقة جاء ذلك خلال اللقاء جالوشينكو مع سفراء دول مجموعة السابع لمناقشة الأحداث المتعلقة بمحطة زابوريجيا النووية واستعدادات أوكرانيا لموسم التدفئة وخلال اللقاء تمت مناقشة حاجة أوكرانيا إلى موارد الطاقة مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات المتعلقة بالتدخل العسكري الروسي نشرت وزارة الدفاع الروسي اليوم لقطات لما قالت إنها طائرات عسكرية روسية تحلق في سماء أوكرانيا وقالت الوزارة إن اللقطات تظهر طيارين من الروس ينفذون ضربات صاروخية وتظهر طائرة مقاتلة من طراز سو 35 في مهمة قتالية في سماء أوكرانيا قالت بريطانيا إن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في متار ساكي العسكري الذي تديره روسيا في غرب شبه جزيرة القرم أدت إلى خساراتها ثماني مقاتلات مما أسفر عن تدهر في قدرات الأصول الجوية التابع للبحرية في البحر الأسود وأضافت بريطانيا أن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر إذ أن مطار ساكي يعتبر قاعدة تشغيلية رئيسية وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن المطار لا يزال يعمل على الأرجح لكن المنطقة المخصصة لتوقف الطائرات والانتشارها بجواره تعرضت لأضرار جسيمة ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى فولندا ارتفع إلى خمسة ملايين واربعمائة وثلاثة واربعين الف لاجئ وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وأضحت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس الخميس حوالي 25 ألف وخمسمائة وافد من أوكرانيا فيما غادر حوالي 25 ألف وتسعمة شخص للعودة لبلادهم مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 53 من 100 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي غادرت سفينتان مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وكانت إحدهما محملة بأول شحنة قمح أوكراني يتم تصديرها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة هذا وقد غادرت 14 سفينة حتى الآن أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب اتفاق مع روسيا يسمح باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وذلك بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب ربما يشكل الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية بداية التسوية للأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل 6 أشهر ونصف تقريبا فوفقا لتقارير إعلامية غادرت سفينتان أخريان من أين أوكرانيين على البحر الأسود ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 14 سفينة ووفقا للتقارير الإعلامية فإن السفينة سوروموفيسكي غادرت ميناء تشورنوموريسكي الأوكراني وعلى متنها 3050 طن من القمح وأن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من مدينة بفيدني وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة اتفاق وقعت روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة يسمح باستيناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار الاتفاق ينص على إنشاء ممرات آمنة للسماح ببحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير من 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم إذ إن روسيا وأوكرانيا شكلتا معا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم وهناك أكثر من 70 سفينة أخرى عالقة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية بعضها محمل بالحبوب فعليا ولكن مع وصول السفن العابرة إلى 14 سفينة فهذه تمثل بادرة إيابية يمكن البناء عليها لإحداث اختراق دبلوماسي سلمي قد يوقف نزيف الدم جراء هذه العملية العسكرية ألقت الحكومة الأوكرانية اتفاقية تعاون بين وزارتي الداخلية في أوكرانيا وبيلاريشيا وذكرت الحكومة أن قرارها جاء بسبب التغيير الجذري في ظروف يشار إلى أن الاتفاق على تعاون وزارتي البلدين في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام العام ينص على تنفيذ العقوبات الجنائية والبحث عن المفقودين وضمان سلامة المرور على الطرق والحماية من الحرائق وتطوير العلاقات العلمية والمعلوماتية أصدرت الأجهزة الأمنية الأوكرانية بيانا مشتركا دعت فيه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال ممثلين إلى المواقع التي تحتجز فيها روسيا أسرى حرب أوكرانيين يأتي الطلب في أعقابي مزاعم من جانب كيف بأن قوات الروسية أعدمت سجناء بما في ذلك تفجير معسكر لأسرى الحرب الأوكرانيين في أولنيفيكا وتقول موسكو أن أوكرانيا هي التي قصفت المنشأة مما أسفر عن مقتل أكثر من خمسين أسير حرب موسيقى